يا مساء الخير ويا أهلاً وسهلاً بيكم حلقة جديدة السادسة تحياتي لكم في بداية الحلقة استرجعت شريط زكريات طويل جداً على مدار عمره طويل شجعت فيه النادي الأهلي كنت دايماً واقف في ظهره حاولت أفتكر موسم مشابه لللي إحنا فيه ما لقيتش بصراحة الموسم أو الحالة قبل بداية الموسم اللي حصلة السنة دي أو الموسم ده ما حصلتش قبل كده يعني أنا طبعاً زي كل جماهير نادي الأهلي اللي تعودت على الألقاب وعلى البطولات ووصلت المرحلة بما أن أنا عايش مع الأهلي تاريخ طويل أنه بقيتش أزعل لما بنفقد بطولة مدام حاسس أنه الفريق عامل اللي عليه ما بنبعدش قوي عن بطولة أفريقيا مش من نوع اللي بنستنى أفريقيا بالعشر والخمستاشر والعشرين سنة لكن حتى لما غابت عنينا لمدة سبع سنين ما قلقتش قوي لأن كنت حاسس أنه الأهلي في أي وقت قادر وقريب جداً من تحقيق لقب البطولة لكن الموسم ده الإحساس غير والمقدمات بإذن الله بتقول أنه الدنيا غير وإن شاء الله بإذن الله الأهلي قادم مع تفاصيل الساعات النادي الأهلي ومع ظهور برونو سافيو الأول في تدريب النادي الأهلي هيكون لنا النهاردة تفاصيل كتير ووقفة كتيرة جداً هنروح معكم التيتش ونتعرف على أخبار اللعيبة وأخبار التمرين ونشوف اللقطات الأولى لظهور برونو سافيو والكلام على مرسيل كولر والنظام الجديد اللي بيفكر في تطبيقه داخل النادي الأهلي عندنا كلام كتير طبعاً على جولة الشامبيونس ديجين برح مفاجآت مدوية وغير متوقع والنهاردة في مواجهات في منتهى القوة ومنتهى الصعوبة ومنتهى الأهمية ضفنا النهاردة واحد من أكبر نجوم الكرة العالمية لعف دورتموند لعف مناكو وكان واحد من نجوم الجيل الدهبي لمنتخب التشيك قبل أن ندخل في تفاصيل الحلقة ونبدأ مع حضراتكم نروح لفاصل ونرجع لكم في السادسة واحدة من الصفقات المنتظرة والتي تم إعلان عنها يمكن إعلان عنها مبرح لحضراتكم في برنامج السادسة برونو سافيو المهاجم البرازيلي الجديد مهاجم بصبغة أو بنكهة لاتينية حقيقة يمكن سمعته عن برونو سافيو لكن لسا ما تفرجتوش عليه وأنا عارف أن القصة في أمريكا اللاتينية وامريكا الجنوبية مختلفة إلى حد ما لكن أتمنى أن راجل يندمج ويتأقلم سريعا جدا ويدخل فيه يعني يفورما عالية ويشارك مع الأهلي لأنه جمال الأهلي مستنية كتير من برونو سافيو السنة دي يستفقد بشكل عام بس خلييني الحقيقة أتكلم معكم عن برونو سافيو وأستعرض معكم للي ما شافش برونو سافيو يقدر يعمل إيه أنا طبعا يمكن متابع اللعب من فترة طويلة جدا وحتشوفوا معنا مجموعة من أهدافه دلوقتي يعني مجموعة من الأهداف اللي أحرزها في خلال لعبه لأكتر من نادي هشرح لكم مسيرتم بشكل مفصل وأكلمكم عن المراكز يمكن هو لعيب الحقيقة مهاجم خطير يعني كل المواصفات المطلوبة أنها تبقى موجودة في لعب مهاجم في فريق بطل موجودة في برونو سافيو هتشوفوا طبعا مجموعة من الأهداف المتنوعة اللي بتأكد أن الراجل عنده قدرة كبيرة جدا هو مبدئيا عنده رغبة دايما أنه يروح للجول يعني دي الرغبة الأولى بالنسبة له وهو هداف طبعا لمعظم الفرقة اللي لاعب معها عنده قدرة أنه بيلعب برجليل اتنين بمنتهى الدقة ومنتهى القوة هتشوفوا مجموعة من الأهداف اللي بيسجلها برجله اليمين ومجموعة من الأبوس بشوت منين؟ يعني واخد قرار أنه بيشوت من منطقة تقريبا مهاجمين كتير جدا يترددوا أنهم ما ياخدوا قرار للتسجيل أو الشوت من الجزء دي القوة مش نقطة التميز بتاعته الوحيدة لكن كمان السنس يعني فيه أهداف كتيرة جدا بتدخل أو بيقدر يسجل أهداف بسنس عالي جدا والسنس جوه البوكس أو جوه منطقة الجزاء بالنسبة للمهاجم شيء في منتهى الأهمية وديها واحدة من أكتر الحاجات اللي بتميز إحساسك بالمكان إحساسك بمكان الجول إحساسك بمكان الجول كيبر وتمركز اللاعبين المدافعين للمثال واحدة عنده أكتر من رائعة بيلعب برأسه كمان كويس جدا يعني فيه مجموعة أهداف حضراتكم ما تشوفوها دلوقتي بيقدر يلعب بيوجه برأسه بشكل كويس جدا أكتر حاجة بتميزه بقى من وجهة نظر الشخصية هي الحلول الone to one بالنسبة له يعني piece of cake زي ما بيقولوا كده عنده قدرة طبعا طبعا اللعيبة البرازلين معروفة عنهم يعني بالذات المهاجمين منهم يعني عنده قدرة الجول ده ما يجيبوش غير لعيب كبير كرة اللي تراكنت بالسينس دي اللي كنت بكلم حضراتكم عليها ما يجيبوش غير لعيب زي ما كابتن ميمي الشربيني بيقول كده من موليد منطقة الجزاء دي مجموعة من الأهداف اللي براسه لكن زي ما قلتلكم كده أكتر حاجة بتميزه الحلول الone to one وواحدة كمان من الحاجات اللي بتميز برونو سافيو هي إنه لعيب جوكر يعني إيه لعيب جوكر يعني تقدر تستخدمه في أكتر من أربع أو خمس ملاكس جوال ملعب وخليني أقولكم أرقامه على سبيل المثال يعني هو لما لعب كسنتر فرويد كمهاجم صريح رقم تسعة يعني لعب واحد وخمسين مباراة سجل فيهم عشرين هدف وعمل ست أسست لما لعب كلاعب وسط مهاجم لعب خمسة وثلاثين مباراة في المركز ده سجل عشر أهداف وعمل سبع أسست تقدر توظفه كمان كجناح شمال يعني بعض الأهداف اللي حراركم بتشوفوه هنا هتلاقوه تمركزه فيها جناح شمال بعض الأهداف التانية تمركزه فيها جناح يمين سجل كجناح شمال لعب تسع مطشاط عمل ثلاث أسست وكجناح يمين لعب سبع مطشاط عمل أو سجل فيهم هدف وحيد الأهم من ده قدرته على أو معدلات التهديف بالنسبة له هو لعب يمكن أو أهم ثلاث أندية شارك معاهم في مشواره اتنين منهم كانوا في البرازيل واحد فريق جواراني ده فريقه الأساسي لعب معاهم سبعين مباراة سجل فيهم خمسة واشر هدف وعمل حداشر أسست ولعب مع أمريكا فوتبول وده بالمناسبة فريق عشان فيه ناس كتير قالت أنه برونو سافيو كان لعيف في الدرجة الثانية في البرازيل لا هو لعب مع أمريكا فوتبول وأمريكا فوتبول كلاب ده من أندية الدولي الدرجة الأولى في البرازيل شارك معاهم في 26 مباراة سجل هدفين وعمل ثلاثة أسست لكن أبرز مراحل تقلقه أو توهجه أو نتجه طبعا قدرة على المراوغة هنا تبين لك برضو إمكانياته كلعيب مهاري سجل مع بوليفار البوليفي وده المحطة اللي انتقل من بعدها الحقيقة وكان واحد من أهم نجوم الفريق فريق بوليفار لعب معهم 31 مباراة سجل 16 هدف وعمل أربعة أسست ده باختصار ودي الحلول اللي بكلم حضراتكم عنها فكرة الوان تو وان بالنسبة لنا يعني وخصوصا مع التكتلات الدفاعية اللي الأهلي بيواجهها في أغلب مطشاته أعتقد أنه واحدة هيكون من أهم أوراق اللي بت يعني بت بتوفر حلول بالنسبة للفريق بشكل كبير قدرة على المراوغة والمهارة العالية الجرق على الجون زي ما قلتلكم مجموعة الأهداف اللي مسجلها تقريبا من كل مكان قريب من البوكس أو من داخل البوكس وبالمناسبة كان أول ظهور ليه في تمرين الفريق النهاردة والعابة الأهلي استقبلته استقبلة كواس جدا ومناسبة التمرين يعني معنا مجموعة من الأخبار طبعا سواء فيما يتعلق بأنه بكرة هيكون فيه فحصات طبية شاملة هيتم إجراءها على كل العابة النادي الأهلي عشان يتم الإطمئنان عليهم قبل بداية الموسم وخلينا نروح لكريم نتطمن منه ونعرف أخبار واحد طبعا مشاركة برونو سافيو النهاردة في التمرين وأخبار التمرين بشكل عام وخصوصا أنه على بعد أيام من عودة أفشا وشريف للتمرين مرة تانية يمكن اللي هيكون فيهم يعني عدم استعجال هيكون عمار حمدي وبرسيتا وخلينا نرحب بكريم ونقوله مسأخير كريم وأخبار تمرينة النهاردة إيه مساء الخير عليك الزميل العزيز أحمد سمير طبعا تحياتي لك في البداية وتحياتنا أيضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي يعني نقدر نقول بدأت المرحلة الأولى بقى بكل قوة بنسبة طبعا للإعداد الخاص بفريق النادي الأهلي في هذا الموسم اللي هيبدأ هذا الموسم بالبطولة الأفريقية فمحتاجة مجهود كبير جدا والحقيقة الكل بيبزل هذا المجهود الجهاز الفني بقاية مستر مارس الكولر اللي يمكن بيقوم بأمور عديدة جدا مشانو أنت أقول جديدة على قد ما هي فيها تركيز كبير جدا أمور طبعا الخاصة به الفحصات الطبية الخاصة بفريق النادي الأهلي بالتنسيق مع رئيس الجهاز طبعا الطبي لدكتور أحمد أبو عبلا الأمور دي يمكن النادي الأهلي كان معتاد الحقيقة أنه يكون بيعملها في خلال الموسم الماضية لكن مش بالكم الكبير اللي احنا شايفينه مش بالتركيز الكبير لأن التلاحم الموسم والضغط الكبير جدا يمكن بيمنعك شوية أنت تعمل هذه الفحصات بشكل كبير فيمكن كان النادي الأهلي في خطوة مميزة وكبيرة جدا لهذه الفحصات للوقوف على حالة اللاعبين كل لعيب يكون لجرع تدريبات معينة في الفقرة البدنية في تدريبات البدنية في هذه الفترة المميزة لأن إن شاء الله بإذن الله محتاجين مجهود كل اللاعب فيا رب إن شاء الله بإذن الله كل القياسات يكون مردودها كبير جدا ويقدر الجهاز الفني مع وضع الخطة طبعا المميزة جدا من الأحمال والنهاردة يمكن راجع رفع الأحمال النهاردة بتدريبين تدريب صباحي وتدريب مسائي تدريب الصباحي طبعا كان كل أمور خاصة به الفقرات البدنية الجارية لتحمل على أن تكون الفقرة طبعا الخاصة بها لتدريبات الكرة في تمام الخامسة مرسل كولر الموديل الفني محاضرته طبعا النظرية بيركز فيها بشكل كبير جدا على التطبيق الراجل طلب أن يكون لعيبة النادي الآلي مرتدية شرطات بالأرقام لأنه ممكن هو عنده صعوبة شوية في التعرف لأن كل لعيب في فايل هو مش عايز يحفظ أزماع على عدد ما يكون الأمور سهلة شوية عليه بالأرقام في التزام كبير من لعيبة النادي الآلي أنت ذكرت محمد شريف وقفشة يمكن قفشة في خلال خمس أيام إن شاء الله يكون متواجد بإذن الله في التدريبات محمد شريف ممكن بكرة ياخد جزء شوية من تدريبات البدنية ممكن ده خبر بالنسبة لك يعني يا محمد شريف خلاص يعني ممكن بكرة أو بعضه بكتير أو يكون في جزء من التدريبات البدنية لكن بعيد على الكرة شوية أنه يخش فيه تدريبات الكرة بشكل تدريجي الأمور الحمد لله طيبة فيه سعادة كبيرة جدا من لعيبة النادي الآلي على الحالة اللي هم فيه رغم الشقاء الكبير ورغم التدريبات لكن فيه مرحلة كبيرة ومرحلة مهمة لموسم ده يعني لعيبتنا بنت طلبة إن شاء الله بإذن الله تركيز في كل البطولات تكون إن شاء الله بإذن الله مع المجود الكبير اللي بيبذل عندنا أمل في لعيبة النادي الآلي وفي الصفقات المميزة جدا وعلى رأسهم برونو سافيو اللي عايز أطمينك عليه لمساته ممتازة جدا كل طبعا شاف الهاي لايتس بتاعته لكن في أرض الملعب حاجة مختلفة بشكل كبير تأكلهم بس هو اللي بنأمله سريعا دخل التمرين النهاردة كريم يعني زهر في التمرين ولا شارك في جزء التمرين لا التدريب الصباح يمكن شارك بالكامل والنهاردة كمان في تدريبات الكرة الحقيقة يمكن لعب مميز جدا إن شاء الله يكون إضافة مع شادي مع كل الصفقات اللي منتظرينها إن شاء الله في تدعيم النادي الآلي يمكن مجلس إدارة كلمنا اشتغل في هدوء أدار الملف المدير الفني بكل دقة الملفات الخاصة بها لصفقات أدارها باحترافية شديدة جدا فإن شاء الله بإذن الله كل اللعيب لابد يكون عارف قيمة النادي الآلي ودي الحقيقة اللي احنا لمسينه مع عائلة النادي الآلي شادي برونو كل اللعيبة كمان اللي أكون متواجدة معنا خلال أهام القادمة الإعلان على الصفقات لابد يكون الواحد عارف طموحات جمهور النادي الآلي لعيبة النادي الآلي عارف أهمية المرحلة لكن محتاجين زميل أحمد نحن نستعيد كل اللعيبة المصابة أمر مهم جدا أن الراجل يشوفوا الاسكواد كامل لأن الخلاص الأهم اللي جاء فيها مبارات ودية فمحتاجين إن شاء الله كل اللعيبة ترجع من جديد ويا رب إن شاء الله يستمر الحمسة والجدية الكبيرة جدا لأن شافينا مع لعيبة النادي الآلي ويا رب يكون موسم خير إن شاء الله على لعيبة النادي الآلي طيب كريم يعني طبيعي جدا في بداية موسم هيكون الموديل الفني مارسيل كولر مركز شوية على الناحية البدنية وإعداد اللعيب عشان تكون جاهزة بدانيا لبداية موسم إن شاء الله هننفس فيه على كل البطولات شوية تبقى صعبة لكن أكيد أنت لاحظت طريقة طريقة معينة فكري معين شغل معين بيعملوا مارسيل كولر فيما يتعلق بالناحية الفنية بالتأكيد طبعا يعني زي ما أنت قلت ما فيش جرعات تدريبية بالكرة كبيرة لكن اللي احنا شايفينه الرجل مركز طبعا على التسليم وتسلم بالنسبة طبعا في أماكن محددة جدا وفي مربعات ضياق جدا تأسيما اللي في الآخر هو الرجل بيشوف اللعيبة الرجل في كل مرام بينهي المرام بتأسيما الرجل بيحاول يقف على اللعيبة مش قادر طبعا أن هو يدي جرعات تدريبية بالكرة أو جمل التيكتيكية أو بعض الأمور دي على قد ما هو بيركز على أمور بسيطة جدا لأن تعرفيه فايل بتعامل اللعيبة سواء تدريبات الكرة تدريبات البدنية إيه اللي هيزوده عند اللعيب ده اللعيب ده ممكن يكون عنده بعض القصور فهي تدريبات بسيطة لكن أقدر أقولك من الأسبوع اللي جاي خلاص مع طبعا اليوم الكامل اللي تم الإعلان عنه طبعا من الجهاز الفني هتشوف أمور مختلفة جدا هتشوف تدريبات بدنية هتشوف تدريبات كرة وهتشوف أمور عديدة جدا ففي انتظار إن شاء الله نشوف فكر مارس الكولر مدير الفني في التدريبات وطبقها إن شاء الله في المباريات انت عارف تم تحديد المباريات 21 و25 و29 لكن منتظرين إن شاء الله الأطراف لكن يعني اللي احنا شايفينه ولمسينه لا يعني في بصمة في الرجل هادي جدا الرجل اللعيبة على طول بيتكلم عن العيبة كل الأمور دي الحمد لله يمكن كلمنا على سين الميكاري المحل الأداء وعلاقته طبعا بعالي معلوله إن شاء الله يمكن عالي كمان يساعد بشكل كبير جدا في نائل المعلومات جهاز فني متكامل لعيبة عندها إصرار إن شاء الله بإذن الله إن تكون هذا الموسم موسم مليء بالبطولات والإنجازات لفريق النادي الألي ينقصنا بس التوفيق إن شاء الله وربنا نحافظ على اللعيبة يعني بدي فترة الأداد دي كل اللعيبة اللي راجع معنا تحافظ على نفسها ويا رب إن شاء الله يكون موسم خير على فريق النادي الأهل صحيح ويا سين ميكاري أعتقد لعب مع كهرباء يعني أعتقد إنه كانوا في نفس لما كهرباء كان ليه تجربة احتراف في سويسرا أعتقد كانوا بيلعبوا في نفس الفريق جراس هوبرز في فترة من الفترات فأعتقد برضو إنه في معارفة مسبقة بينهم ومن بعد ممكن شوية تقرب المسافات بأسكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز كريم أحمد من داخل النادي الأهل دي كانت أخبار التمرينة وظهور برونو سافيو في انتظار طبعا حالكم عارفين إن في مجموعة من لعابة الأهلي منضمة للمنتخب الوطني أو معسكر المنتخب الوطني في إسكندرية مع روي فيتوريا فإن شاء الله بإذن الله تكتمل قائمة النادي الأهلي بعد عودتهم من معسكر المنتخب طيب خلينا ناخد بقى فكرة عن لعابينا المحترفين في الخارج زي ما تعودتم كل يوم أربع فقرة الجي بي أس بس تسمحونا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم طبعا نتائج مبارح معظمها الحقيقة برا الصندوق يعني نتائج أغلبها غير متوقعة ومبارح مطشاط الشامبينزيج كان فيه مفاجآت كتير جدا بس قبل ما أتكلم عليها خلينا نروح لعابتنا المحترفة في الخارج وصلاح مبارح طبعا كان عندهم موجهة في مونتهى الأهمية أمام عكس بعد خسارة صعبة جدا من نابولي مبارح الحقيقة قدر ليفر بول إنه يصحح شوية من أوضاعه والحقيقة كمان واحد من مكاسب المباراة إنه صلاح يرجع يهدف مرة تانية أحرز هدف لفرقته المباراة انتهت اتنين واحد طبعا لصالح ليفر بول على حساب آيكس أمستردام وخلينا نشوف أرقام صلاح وأرقام اللعبين المحترفين في الخارج قال بداية من إنجلترا مع عمو صلاح تحس مبارح وصلاح بيلعب أنه يعني خد بالك بتفرق كتير قوي لما تبقى لعيب كبير جوه الفريق غير لما تكون لسه لعيب جاي وسط لعيبة قديمة وسط لعيبة كبيرة وسط كباتن للفريق بتبقى الضغط عليك يعني مش كبير قوي لكن النهاردة صلاح يمكن بقى أهم لعيب بدون منازع في فريق ليفر بول فمطلوب منه كتير وده نوع من أنواع الضغط عليه بالتأكيد ما أثر بشكل كبير ليفر بول فاز على أكس مستدام 2-1 في الشامبينز ديج شارك صلاح لمدة 90 ديها وأحرز هدف من الهدفين لأحرزته فرقة ليفر بول محاولاته على المرمى كانوا 3 خمس مراوغات نجح في 2 منهم لمس الكرة 49 مرة تمريراته 27 تمريرة بنسبة دقة 85% الكي باسز 2 الكرات الطولية 2 بنسبة دقة 100% خسارة الكرة 16 مرة والقيمة التسويقية لصلاح مازالت عند 90 مليون يورو وليفر بول حالياً طبعاً بعد الفوز مبارح والخسارة قدام نابلي عنده 3 نقاط بس بتتبانلوا الترتيب رقم 3 في المجموعة بتاعته برصيد 3 نقاط من صلاح نروح لسام مورسي بسويتش تاون والحقيقة يمكن فرقة سام مورسي قدرت تفوز على بريستول روفرز بنتيجة 2-0 شارك لمدة 90 دية صنع هدف من الهدفين اللي أحرازتهم أو أحرازهم فريقه لمس الكرة 57 مرة ليه 47 باس بنسبة نجاح أو بنسبة دقة 94% الكرات الطولية 3 بنسبة نجاح 100% المراوغات 3 نجاح في 2 منهم سامة أعتقد بالأرقام دي مستوى تطور كتير جداً مع إبسويتش تاون هو يمكن أهم لعب في الفريق أو من أهم اللاعبين في الفريق تحمات الأرضية 12 نجاح في 7 خس الكرة 5 مرات والقيمة التسويقية 1.2 مليون يورو وإبسويتش تاون حالياً في المركز الأول في ترتيب الليج وان برصيد 20 ناط نروح لألمانيا وتحديداً عمر مرموش بداية صعبة يمكن السيزن ده العمر مرموش مع بولفزبورغ يمكن أخيراً بولفزبورغ فوز على فريق فرانكفورت بنتيجة 1-0 لكن عمر مرموش ما شاركش في المرة دي بشكل أساسي لعب لمدة 11 دقيقة فقط قدر يلمس فيهم الكرة 9 مرات 6 تمريرات نجح في 33% يعني في تمريرتين بس خس الكرة 7 مرات والقيمة التسويقية المرموش وصلت لـ 6 مليون يورو وفولفزبورغ حالياً في المركز الس-16 برصيد 5 نقاط مصطفى محمد فرنسا وتحديداً مع فريق نونت الفرنسي مصطفى الحقيقة بداية قوية جداً في الدوري الفرنسي السندي وفرقته للأسف خسرت ميلوريون بنتيجة 3-2 في الدوري شارك 29 دقيقة أربع تمريرات بنسبة نجاح 100% كرة طولية وحيدة بنسبة نجاح 100% التحامات أرضها 3 نجح في واحدة خسل كرة مرتين وقيمة مصطفى التسويقية وصلت مع نونت لـ 6.5 مليون يورو وحالياً فريقه في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط تريزيجي المتقلق في ترابزنسبور في تركيا واحد من اللعيبة الحقيقة اللي تراهن عليهم بشكل كبير ويستحق الحقيقة صحيح ترابزنسبور بقى من فرق المقدمة لكن في النهاية برضو تريزيجي استحقق أكتر من الدوري التركي بيلعب لترابزنسبور وخسر فريقه بنتيجة 3-2 من أدنسبور في الدوري شارك لمدة 81 دقيقة لمس الكرة 41 مرة 19 تمريرة منهم 84% أو بنسبة 84% نسبة نجاح تصويبات 4 منهم 2 داخل أو بين 3 خشبات 4 مراوغات نجح في واحدة منهم التحامات الأرضية 9 نجح في 5 منهم التحامات الهوائية 2 نجح في واحدة وخسر الكرة 11 مرة وقيمة تريزيجي التسويقية وصلت لـ 10 مليون يورو حاليا فريقه في المركز الثامن ولكن كان حامل اللقب في الموسم الأخير برصيد 10 نقاط أحمد حسن كوكا المنطق الدوري التركي بعد العودة لأولمبياكو ثم العودة للدوري التركي مرة تانية النادي ألانيا سفور فريقته فازت بنتيجة 2-1 على أنقارا جوجو وشارك لمدة 29 دقيقة وأحرز هدف لفريقته لمس الكرة 13 مرة كان ليه 9 تمليلات بنسبة نجاح 78% التحامات الأرضية 2 خسرهم التحامات هواقية 2 كسب منهم واحدة خس الكرة 3 مرات والقيمة التسويقية الكوكا 3 مليون يورو ألانيا سفور حاليا في المركز العاشر برصيد 8 نقاط هنسيب تركيا ونروح للسعودية جدة وتحديدا الاتحاد طارق حامد المنطق الحديثا للدوري التركي شارك لمدة 90 دقيقة في مبارات فريق الأخيرة لمس الكرة 63 مرة 57 تمريرة بنسبة دقة 98% الكرات الطولية 2 بنسبة نجاح 100% التحامات الأرضية 6 نجاح في 4 التحامات هواقية 5 نجاح في 3 وخسر الكرة 3 مرات وقيمته التسويقية 1.2 مليون يورو وتحاد جدة حاليا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط أحمد حجازي في نفس الفريق تحاد جدة طبعا شارك مع طارق حامد في فوس فريقه على الرائد بنتيجة 1-0 شارك لمدة 90 دقيقة وأحرز هدف المباراة قدر ينقص في خلال المباراة دي 6 فرص للفريق المنافس فريق الرائد التحامات أرضية 5 كسب 3 خسر الكرة 14 مرة على مدار مشاركته لمس الكرة 71 مرة لي 57 تمريرة بنسبة دقة 81% 11 كرة طولية نجاح في 4 فقط منهم والقيمة التسويقية لحجازية وصلت لـ 3.5 مليون يورو فاصل سريع ونرجع لحضراتكم قبل ماتش البرسة والبيرن مبارح كانت صفحات السوشال ميديا بتاعت باير ميونيخ منزلة بوست منتشر انتشر رواج كان نار في الهشيم يعني قالوا أننا من 2017 لعبنا في دور المجموعات 30 مباراة مخسرناش فيهم ولا مباراة أو مخسرناش فيهم أو تعادلنا فيهم مباراة واحدة في شامبيونز ديج مباراة بقى 30 الحقيقة فريق جبار رغم أنه البداية كانت تقول أنه البرسة في طريقه لتحقيق فوز عريض لكن مش بس مفاجأة أنا مش هتبارها مفاجأة قوي طبعا خسارة البرسة قدام البايرن في الأليانز أرينا ممكن تكون نتيجة متوقعة لكن الكامب نو حاجة تانية لكن الحقيقة مطشوطة مباراة كان فيها مفاجأات من عيار التقيل وعندنا النهاردة مواجهة نارية واحدة منهم هتكون الترافين فيها منشست الستي في مواجهة بروسيا دورتموند بس قبل ما ندخل في التفاصيل المتعلقة بين بارح والمنتظرة النهاردة خليوني أرحب بضيوفي نقاطنا الرياضيين والمحلين الفانيين خالد عامر وفاروق عصام خالد مساء الخير وأهلا وسهلا بك لتاني مرة على التوالي مشرفنا ونوارنا في سادسة أولا شرف ليا يا مساء الفل والخيرات شرف ليا مبسوط دم أن أنا بقى معك ومبسوط مع سادة مشاهدين القناة النادي الأهلي ومع فاروق طبعا دويتو بيظهر لأول مرة مع بعض الفاروق حمدل على السلامة وحشتنا ونقول لك مبروك بقى صح كده ولا إيه أنا مبسوط دائما اللي هو بقى معك أحمد وحشتني أنت وسادة المشاهدين كلهم طيب خلينا بقى إيه بما أن نحن نتكلم على مواجهة ضرب نار النهاردة بروسيا دورتموند في مواجهة المان سيتي في ظن أنها أقوى مطشف هيتلاقي في مطشط النهاردة إلا لو أنتم من عشاء الريال يعني ليفاندوفسكي ومن بعده هالند وعصمان ديمبلي وسانشو دول يمكن الجداد لكن الحقيقة ده مشوار طويل وعدد كبير جدا من أسماء نفكر عشاء دورتموند وأنا عارف أن في ممكن جزء من الجمهور يبقى متابع دايما بروسيا دورتموند واحد من عملقة الحقيقة مش عملقة بس على مستوى الأسماء والأداء لكن على مستوى التكوين والجسم كمان يان كولر طبعا نجم الكرة الشيكية واحد من النجوم الجيل الدهبي للشيك لعب طبعا مع بروسيا دورتموند لعب مع موناكو حيكون ضفنا دلوقتي في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس بداية طبعا لازم أوجهه شكر وتحية كبيرة جدا على مشاركته معنا وأهلا وسهلا بي دايما على شاشة الأهلي في السادسة شكرا جزيلا وشكرا لدعوتكم لي شكرا لكم أنت من المهاجمين اللي مش ممكن يعني ننساهم واحد من أفراد الجيل الدهبي لمنتخب الشيك وواحد طبعا من مهاجمين المميزين جدا في الدولة الألمانية في البونزليجا وكنت متقلق طبعا مع بروسيا دورتموند خليني أكلمك على مواجهة النهاردة نهاردة الصدام أو الكلاش الأبرز والأهم هيجمع بين الستي وهيجمع بين بروسيا دورتموند بتشوف المواجهة ازاي نعم أعتقد أنه مباراة مميزة جدا بسبب هالند الذي أنتقل إلى منشستر سيتي وكان لاعبا بالأمس في بروسيا دورتموند ولهذا بالطبع أعتقد أن منشستر سيتي لديها أفضلية طبعا بالفوز والفوز بالبطولة ولكن أعتقد أنه ستكون مباراة صعبة جدا ممكن أسألك سؤال متعلق شوية بفريق بروسيا دورتموند لحقيقة يمكن مدرسة قدمت لأهم أندية أوروبا كوكبة كبيرة جدا من الأسماء على مدار تاريخ طويل يعني أنا ممكن أعد عشرين أو تلاتين اسم كانوا نجوم برزة جدا في سماعة الكرة الأوروبية بداياتهم أو بداية تقلقهم كانت من خلال بروسيا دورتموند والسؤال هنا ليه فريق زي بروسيا دورتموند عنده شعبية وعنده جماهيرية ما بيقدرش يحافظ على نجومه وبالتالي يقدر ينافس على الألقاب الأوروبية نعم هذا طبيعي لأن بروسيا دورتموند دائما يبتقون مع لعبين في سن صغير ويجهزهم من أجل الانتقال للأندية الكبيرة مثل ليفندوسكي الذي بدأ في بروسيا دورتموند والآن ولكن بروسيا ليس بالفريق الأول مثل باير ميونيخ أو برشلونة أو ريال مدريد ولكن هو دائما فريق يعطي اللاعبين الصغار يجهزهم ثم يعطيهم للأندية الكبرى والأعظم في أوروبا خالد فاروق أحبت نتداخل أنا عندي معلومة كده أن ميلا برش اللي كان شريكه في خط هجوم متخب الشيك لسه بيلعب لحد الوقت وهو داخل على 41 سنة وهو يان كولر كان يمكن أكبر شوية فعايز أسأله إيه تعليقه على ميلا برش وهل ممكن بايفكر يرجع تاني وهو بعد هو هل السؤال وصل لأيان كولر والسؤال أنه ميلا برش يعني فاروق كان بيسأل أنه ميلا برش شريكه في خيادة خط هجوم منتخب الشيك ما زال في الملعب لغاية النهاردة ازاي بيشوف ده من يورو 2004 من يورو 2004 بالضبط كده نعم في الوقت الحالي هو ما زال يسعى ويعيش الآن في الشيك ويبقى في دولة الشيك ونحن دائما على علاقة قوية ونتواصل بشكل دائم بعد المباريات ونلعب بعد المباريات الودية بيننا وبين أصدقائنا ودائما على علاقة قوية أنا بس عندي سؤال ما عرفش هل هو لحق ولا لأ هو طبعا يان كولر بنرحب به طبعا نجم كبير جدا كلنا تربينا على يان كولر وإحنا بنتفرج عليه فنجم كبير جدا بنرحب به هو ما لحقش محمد زيدان سنة ما ينفعش يبقى عندي يان كولر النجم الكبير اللعب في بروسيا دورتموند ومسألوش عن فترة كابتن محمد زيدان مع بروسيا ما كملتش ليه يعني تقييم الفترة محمد زيدان في بروسيا دورتموند ومحمد زيدان كان لاعبا أكثر من رائع لعب بالفعل كبير خطير في بروسيا دورتموند كان لاعبا رائع وعلى فكرة أنا دائما بتواصل مع محمد زيدان نحن في تواصل دائما ونحن سنلعب مباراة قريبا ومحمد زيدان سيكون معي في مباراة قادمة فهو الآن ومن قبل حتى الآن هو ما زال لعب رائع هو ما زال لعب ينتلك الكثير من الإمكانات والمهارات تقوم بمجرد عن جوالك تقدر الفروق أنا كان لديها سؤال عايزة أوجهه له طبعاً عارفين أن يورجون كلوب من واحد من أفضل مدربين اللي مروا على تاريخ بروسيا دورتموند نحن بنتكلم دلوقتي فترة تراجع بالنسبة لليفربول بعد العام السابع هو دايماً بيمضي العقد بتاعه لمدة سبع سنوات فأنا عايزة أعرف رأيه سبب هل فعلاً ليفربول مع يورجون كلوب بعد السبع بعد سبع مواسم هيكون فيه تراجع زي الاتراجع اللي كان في آخر موسم ليه مع بروسيا دورتموند والأدى أن رحيله من بروسيا دورتموند هل ليفربول معرض لنفس الأزمة دي مع يورجون كلوب ولا لأ؟ نعم يورجون كلوب هو عمل في بروسيا دورتموند ثم بروسيا دورتموند ثم ليفربول ولكن بنسبة لي لكن بنسبة لي يورجون كلوب هو مدرب كما أقول مدرب كبير أتمنى أن يستمر على المستوى الجيد ولا يختلف الأمر بعد السبعة أعوام مع ليفربول وأتمنى له الكثير من النجاح لو طرحت عليك الأسماء دي وطلبت منك تختار الأقرب أو أكتر حد بيعجبك منهم كمهاجم أو كهداف إيرلينج هالند روبرت ليفندوسكي كريم بن زيمة هاري كين مين من وجهة نظر يان كولير هو الأفضل في الوقت الحال؟ مئة في المئة هو بنسبة لي بمئة في المئة هو هالند هالند هو اللاعب الكبير بمعنى الكلمة ولديه أيضا شخصية جميلة ورائعة وبنسبة لي هو في المرتبة الأعلى هو في المرتبة الأفضل فوق كشخص وكلاعب أيضا فأسأختار هالند من وجهة نظرك هل أن الدوري الألماني يفقد نجمين في نفس التوقيت في نفس الموسم بحجم ليفندوسكي وبحجم هالند ليفندوسكي للبارسا هالند للمان سيتي ده يأثر على واحد قوة المسابقة والجماهيرية والشعبية اتنين فرص الفرق اللي بتتنافس على تحييل عقب البطولة ولا لا هذا حقيقي بالفعل بالطبع لعبان كبيران جدا هم أفضل لعبان في الدوري الألماني ولهذا الدوري الألماني بالفعل فقد إثنان من أكبر اللاعبين الذين لعبوا في تاريخ الدولي ألماني ولكن أتمنى أن يأتي الآخرين وسيأتي لعبين أيضا رائعين إلى الدوري الألماني للبايرن ولبروسيا لدورتموند وأتمنى لأن يكون لعبين على نفس المستوى هالند وليفندوسكي يهمني كمان أسألك مش بس على الدوري الألماني وعلى بروسيا دورتموند يهمني أسألك على تشيك اللي في فترة من الفترات يعني يمكن الجيل بتاعك قدر يعمل نقلة نوعية للكرة تشيكية وقدر يحط منتخب تشيك المنتخبات القوية على مستوى العالم وبالتالي يهمني أسألك إيه اللي حصل وليه التراجع اللي حصل على مدار السنوات الأخيرة نعم نعم نحن امتلكنا بالفعل جيل مختلف جيل رائع مجموعة من اللعبين الذين أثروا في الفريق على مستوى ولكن نعم أعلم أن في هذا الوقت اختلف كثيرا وبنسبة لنا كالشعب لاحظنا هذا لا يوجد كثير من المواهب ولا يوجد كثير من اللاعبين الكبارة العزين عبدالله الكبيرة فهذا ما أثر وهذا ما تسبب في هذا على الاختلاف والتراجع ولكن أعتقد أن في هذا الوقت الحالي قد بدأنا بشكل ما أن يظهر بعض اللاعبين بأداء جيد وأتمنى أن في المستقبل لدينا الآن حارس جيد جدا على مستوى حارس المرمى وأنا أتمنى أن في الوقت القادم يتقدم اللاعبون للمستوى أفضل تفضل خلي أنا آخر حاجة بما أننا تكلمنا عن منتخب التشيك وإحنا عصرنا منتخب التشيك في نجوم كبار زي يان كولر زي بيتر تشيك زي بافل ندفد عدد من الأسماء الكبيرة جدا في عالم كرة القدم عامة من اللي يان كولر بحكم متبعيته لأكيد لمنتخب التشيك بمختلف أعماره وروزيسكي طبعا وروزيسكي قطعا وروزيسكي من اللي يقدر يقول أنه هو اللي فيه منتخب التشيك بالزبط أعتقد باتريك باتريك تشيك هو لاعب باير ليفر كوزين هو هو أفضل هداف وهو اللاعب الأفضل بالنسبة لي هرجع معك ثاني لبطولة الشامبيونز ديج فريق المفضل اللي بتشوف أنه فرصه أكبر في تحقي لقب السنة دي أي فريق أو شجع في الشامبيونز ديج مين من وجهة نظرك هل ريال مادريد برشلونة ليهم نصيب بايم يونيخ بروسيا دورتموند فرصهم في المنافسة ولا تفضل نادي إنجليزي أو نادي إيطالي أو بي أجي مثلا بما أنك في موناكو فرنسا حاليا بدل بروسيا دورتموند ولكن يوجد إذا يوجد فريق فريق جيد آخر هو بايمينيخ وريال مادريد هم الذين يعدونه بشكل جيد وآخرهم وليفر بول ودائما أحب ليفر بول أيضا وعلى مستوى بطولة كاس العالم خلاص إحنا بتفصيلنا أيام يعني أيام قليلة تفصيلنا عن كاس عالم قطر عشرين اتنين وعشرين شايف مين المنتخب اللي حزوزه أكبر في تحقيق لقب بطولة كاس العالم بالنسبة لي أعتقد البرازيل أعتقد لا أعرف لماذا ولكن أعتقد أن البرازيل هي الأقرب يان كولر نجم المنتخب التشيكي ونجم بروسيا دورتموند وموناكو أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة وكل التوفيق ليك طبعا وللكرة التشيكية واحد من أبلقة يعني كرة القدم الحقيقة واحد كان من أهم وأفضل المهاجمين في التوقيت اللي كان بيلعى فيه على مستوى العالم مش بس على مستوى ألمانيا كان متفرد لأن هو بنيته كان لعيب أملاق تقول أنه هو الرأسيات بس أو لعيب كور الهوائية بس لكن رغم كده كان لعيب مهاري جدا على كورة على الأرض كان بيعدي وبيقدر يسجل من أهداف متنوعة كتير فكان لعيب طبعا لعيب تاريخي هي فرقة بروسيا دورتموند الحقيقة أو إدارة بروسيا دورتموند نموذج محترم جدا في كيفية استخدام المواهج بالضبط يعني تقدر تقول أنه الفرق الفريق ده صدر لأهم فرق أوروبا جوه ألمانيا وبره ألمانيا مجموعة من أهم اللعيب عفر خلال العشرين أو الثلاثين سنة مية في المية لأنه كمان إحنا بنتكلم على المهاجمين فقلنا ليفا وقلنا هالند وقلنا بس إحنا نسينا مثلا واحد زي لوكاس باريوس لوكاس باريوس كان مهاجم مش طبيعي في الحقبة بتاعته دي كان مهاجم مش طبيعي أنا فاكر قريب يا خالد مش عارب بس مش قادر أفتكي الاسم كان فيه مهاجم كان بيلعب في برشلونة كان ملازم لدكة الاحتياطي طول الوقت يعني تقريبا كان شوية لعب خالص المهاجم ده انتقل لبروسيا دورتمون بس قادر أجيب الاسم ده الكلام ده قريب جدا من سنة 2-3 فبقى هداف الدوري الألماني باكو الكسير باكو الكسير كان في فالنسيا كان بيلعب في برسا وما بيلعب دلوقتي موجود في الدوري الإماراتي لأنه لعب شوية العقلية عنده برضو مش أفضل حاجة هو حب يزبط نفسه في ألمانيا فطأ الله لكن هو عنده الإمكانيات لكن في أسبانيا كان فيه تراخي شوية بس سمراح دورتمون لأن البيئة في دورتمون والجماهيرية بتخليك ما اعتقدش أن فيه لعيب هيلعب لبروسيا دورتمون في وسط الـ 80 ألف وسط المدرج الشمالي مش هيقدم أفضل مع عنده صعب جدا الجنوب بتاعهم مش طبيعي مش طبيعي الجراد الأصفر اللي هو المدرج اللي وراء الجون على طول هو مدرج ستاند ألون مش متصل بأي حاجة تانية ده المدرج المخصص بتاع ألترس بتاع برويسيا دورتمون ما ينفعش زي ما في روما بيقول ما ينفعش حد يلعب هنا وورا الناس دي وما يديش 250% من قوت ويعدم دوم ولد كمان اسم وبيلنج هام بلنج هام معدل 100 مليون دلوقتي مطلوب في 100 مليون أصغر أصغر لعج في تاريخ كاس العالم بسراحة طيب نروح معاكم لماتشوات مبارح سريعا بس قبل أن نروح معاكم بارح عشان برضو عشان على صفحة 100 مليون بتاع صفحة باير ميونيخ اللي نزلوها قبل ماتشوات بارسا قال لك احنا في 30 مباراة في دور المجموعات على 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 مكاملة يعني يعني على ما متتالية خلينا نبص للفرق اللي وجهة باير ميونيخ عندنا بريس هانجرمان عندنا برشلونة عندنا توتن هامل اللي بيخسر سبعة اتنين في مباراة كان جنابري بطلها عندنا عتلية كو مدريد لو بصنا فرق قوية جدا ورغم كده من 2017 ما ما خسروهش في دور المجموعات لو رجعنا بقى باير نحقق بطولة من 2017 لحد الوقت هي بطولة هي بطولة واحدة 2020 مش مقياس كبير لأن الأدوار الإقصائية في دور الأبطال دايما هي المقياس صحيح في أوقات كتير يعني البطولة مش اللي فاتت اللي قابلها خرج وقدام PSG وكانوا هم الأفضل يعني طبعا هي الكرة يعني ريال مدريد كسب البطولة السائلة فاتتهم وكانش أحسن فريق صح ولا إيه لا ما كانش أحسن ما كانش أحسن كان أذكى بس كان أذكى دايما نقدر نحصل بزبط كده طيب مطشط مبارح ونتيج مبارح البارسة تخسر من البارن كانت مفاجأة تبقى لسيناريو وأحداث المباراة بالنسبة لكم خالد لا ما كانتش مفاجأة كانت يعني كان المطش بالنسبة لها يبقى 50-50 لأنه برشلونة عمل صفقات قوية وعمل شوت أول كويس نتيجة الـ 2-0 اللي قدامنا دي لا تعنيب بالضرورة أنه برشلونة قدم شوت أو مطش سيء بالعكس برشلونة راح يعني شفنا الثلاث أربع كور اللي دخلوا في اللي راحوا في الكورة بتاعة ليفندوسكي لا ليفندوسكي ما كانش موجود عشان كده عايز يعني عايز تتفرج النهاردة على هلند عشان أشوف أصدقاء الأمس أعداء اليوم بالزبط مبارح ما كانش موجود النهاردة هلند قدام دورتموند بالزبط بس هلند في مصلحة البيون ما كانتش مفاجئة قبل ما ادخل في التفاصيل نستعلم النتاج وتقولولي ايه متطرقعة او ايه طبيعي ده في مفاجئات كبيرة مفاجئة اخي انت مفاجئة في مواجهة سبورتينج لجبونة اتنين صفر لسبورتينج لجبونة مفاجئة مفاجئة كبيرة هو في الرمق الأخير والمباراة ما كانش توحيب كده لكن مفاجئة خالد في مواجهة ليفر بول اتنين واحد ليفر بول لا مش مفاجئة خطر تمام دي مفاجئة في مواجهة بورتو اربعة صفر انا بلب بلجيكا لكن تلاب تخسر اربعة صفر صحيح بس يعني ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا الحقيقة ببيرتوغال مبارح يمكن سبورتينج لجبونة لحق الدنيا شوية على فكرة محليا هو في المركز السابع بورتو متقدم عليهم كثير وبورتو في مستوى افضل لكن اوروبيا تدوافع للعيبة غير اي بطولة تانية صحيح وفي مفاجئة تانية في مواجهة اتلتكو نسفر لفجأة عندنا فيه ثلاث مكاسب لفرق المانيا لأول مرة اعتقد من تسعينات من 96 تقريبا أو حكذا ثلاث فرق المانية يفوز في يوم واحد من سنة 97 من سنة 97 عندنا ليفر كوزن فاز على تلتكو مادريد فرانكفورت فاز على مارسيليا في مفاجئة كبيرة في فرنسا وطبعا باير ميونيخ فاز على بارشلونة كانت ليلة الالمانيا انت كان بالنسبة لك فوز فرانكفورت مفاجئة على مارسيليا اه في ملعب مارسيليا لان ملعب مارسيليا دائما من الملعب الصعبة واحنا صعبة فرانكفورت شفنا فيه تراجع عن موسم اللي حقق في الدور الاوروبي لكن زيارة مارسيليا يحقق فيها فوز ممكن تعادل اطاق عن مارسيليا كان يكسب لكن ان فرانكفورت يكسب مارسيليا في ملعبه دي كانت مفاجئة انا كنت متخيل ان فرانكفورت هيكسب ما كانتش مفاجئة بالنسبة لانه مارسيليا مش في حالاتها الطبيعية مارسيليا عمل جيم قدام PSG انا اخر مطش اتفرجت عليه كان PSG في مارسيليا عاملين جيم قدام PSG علام هو زي ما فروق ما كان بيقول على دور الابطال نفس القصة في البطولات المحلية او في المطشاط المحلية في المطشاط الكبيرة بتدي دوافع اضافية فممكن مارسيليا قبل ما البطولة تبدأ قلت لكم توقعاتكم الفرق هتتأهل عن كل مجموعة تعالوا نشوف الترتيب من المجموعات اللي اتفعت منها جولتين هتدي بجروب اي اللي فيها نابولي ليفربول ايكس رينجرز بنفس الترتيب كده نابولي في الصدارة يالي ليفربول يالي ايكس بنفس العدد من النقاط تلاتة نقاط لكل فريق ورينجرز في مركز الرابع لو لعب مع رينجرز النهاردة يبقى لو كسب يبقى ستة المكسى بتداله دفع معنوية رهيبة واربعة مش اي حاجة اعتقد بالنسبة لي هو ده الاتنين اللي هيتأهلوا ما فيش فيه مفاجأة ولكن باختلاف الترتيب كنتم متوقع ليفربول نابولي بس يعني متوقع الاتنين هما اللي هيتأهل والله خلينا نقول برضو انا تفرجت على ماتش مبارح ايكس مش فرق ليلة ايكس لعبت ماتش كويس جدا ووصلوا للمرمى اكتر من برا وكان عندهم نمط في الخروج بالمرتدات واضح ان شرودر المدرب بتاعهم خليفة تنهاج بشغاله كويس معهم فممكن يعمل حاجة لكن نابولي انا بالنسبة لي نابولي بعد ما باع اللعيبة الكبار بتوع ميرتنز وانسيني انا شفت كفار اللي هو اللعب طبعا مشكلة مشكلة كبيرة انا شفته في الماتشات المحلية حتى في الدور الإيطالي هو لعيب اعتقد ان هو مش هيقض في نابولي بعد المسندة اه لعيب هو اللي يصنع الفارق في المجموعة وممكن نابولي تكمل في الصدار هو اللي يحسم شوية لترتيب اعتقد ماتش الانفلد ما بين نابولي وليفربول لكن نابولي ممكن تعمل حاجة في الانفلد رجوعا لمستوى ليفربول اللي متراجح حتى رغم المكسب ما اتفقتش مع يورجين كلوب خرج صدر نغمة ان الفريق بدأ يرجع وانا شايف المستوى مختلف اه هو مستوى مختلف عن مباراة نابولي اللي هو صنفها ان هي اسوأ مباراة في تاريخه مع ليفربول لكن حتى مستوى ليفربول مباراة ما كانش افضل حاجة بالنسبة لنا بس على الاقل كان يعني هو ما كانش المستوى جيد ما قدرش اجادل في ده بس هو على الاقل الفلسفة بتاعت الفرق رجعت بمعنى الاربعة ثلاثة ثلاثة وسرعة نقل الكورة من نص الملعب عبر وجود ياجو الكنتارا ورجوع ديوجو جوتا عشان يلعب دور صنع اللعبة او مهاجم المحطة او التسعة ونص فالفلسفة بتاعت يورجين كلوب رجعت اه الاداء مش احسن حاجة بس على الاقل شايفين الفكر بتاع يورجين كلوب اللي هو اللي استمر به زي ما كان فالولسف يقول السبع سنين اللي فاته بيطعم كل شوية الفلسفة للعيب عشان يوصل في النهاية من بداية من 2019 هو واحد من اقوى فرقيتين موجودين في اوروبا شوية شوية هيبدأ برضو اللعبة الجديدة تكتسب دائما كنا بنقول المرة اللي فاتت ان احنا عندنا صفقات جديدة اثرت على الفلسفة المعلمين المعلمين مش طبيعي مش طبيعي مش في الدولة الانجيزية على مستوى العالم وخلي بالك هذا قصة وهو زي ما انتو بتقول بالذبت وهم تتعلموا من الخطأ فرحوا جايبين ارثر عشان لو مؤريب شوية بالذبط نفس الفكرة بالذبط مع وجود يوجو جاتا بيلعب نفس الدور اللي بيلعبه روبرت فرمينو انه يرجع تسعة ونص داروين نونز مش ماشي نونز دخلوا في نفس الموسم في نفس التوقيت مع فرقتين اللي اتنين بينفسوا على البطورة فانا بيتهاي ان المقارنة كمان مع هلل ضغط عليه شوية بس ماكسب من مكاسب امبارح فاروق انه صلاح حدف صلاح لا مكانش جاب هول امبارح كانت هتبقى مشكلة كبيرة فيه ضغط كبيرة عليه لكن هو قدر يسجل وحتى كان اقرب لعيبة ليفربول في الشرق الهجومي للتسجيل دايما متواجد في مناطق خطر ودايما لمحاته زي ما بنقول لو رجعنا للكورنر الدخل منه هدف متيب كانت تصويبة لمحمد صلاح خبطت في العيب وخبطت في العرضة وكانت قريبة جدا من تسجيل في ديات سعين اه بالزبط كان هو اللي يسجل لهدف في ديات سعين يمكن ليفربول اه هو افضل من ممبارات كتير لكن مش هو ليفربول المعروف لسبب انا بالنسبة لي فيه شكوك بالنسبة ليورجين كلوب في العامل سابع ليه لسبب لانه هو مدرب متطلب بدنيا جدا 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 هم القلبين كده كلهم الفروق بس تحديدا يورجين كلوب منظومة الضغط عنده الجيجين بريس بتاعه او فلسفة الضغط العالي دايما في اغلب فترات المباراة هو دايما الضغط ما بيبقاش طول المباراة لكن فيه مدربين بيضغطوا مثلا ربع ساعة عشرين دقيقة نص ساعة في المباراة يورجين كلوب من اكتر المدربين اللي بتضغط في عموم ال90 دقيقة وده بيأثر على اللعيبة بدنيا لعب زي روبرتسون انا بالنسبة لي كان من افضل اللعيبة اللي بتمتالك معدلات بدنية في الدولة الانجليزية او من افضل الازهيرة اللي انا شفتها بتروح وبترد في نفس الوقت بسرعة رهيبة روبرتسون مع بداية الموسم ده فيه اهتزاز واضح في الليقته البدنية وده شيء غير معتد والاطراف والترنت عليكساندر عارض برضو نفس الحكاية فاللعيبة اللي كانت العماد الرئيسي لليفربول ونجاح ليفربول متأثرة بدنيا شوفنا فيه صغراته وفيه اخطاء بيرتكبها حتى في الهدف اللي سجله محمد كدوس كان ممكن يضغط عليه كان ممكن يضغط عليه برضو فيرشد فاندايك لكن فيرشد فاندايك ما بيدغطش في ليفربول اللي بيمتلك الكواليتي الفردي اللي يقدر يحل نزمك بعد ساديو مانيه تحديدا بعد ساديو مانيه تحديدا حسيت ان الموسم ده صلاح كان داخل على ليفربول نجم صغير في وسط نجوم كتير فبالتالي ما كانش عليه الضغط او اللود اللي مخليه يشيل هم الفرقة الواحدة تحس ان السنة دي انه صلاح هو اللي جارر يعني يعرف الجرار اللي شدد القط صلاح هو مفتقد مانيه مانيه اللعب اول مطشين في باري منخ وبعدين رايح اكتر من ان هو مفتقد مانيه متفق معك جدا بس هو اكتر من ان هو مفتقد مانيه هو مفتقد السيستم مفتقد وجود الثلاثي الذهبي روبيرتو فرمينو ساديو مانيه محمد صلاح وكل واحد فيهم بيعمل الدور بتاعه في عجالة سريعة محمد صلاح مبارح دخل الهدف ده لانه رجع تاني زي ما كان فاروق بيقول انه يبقى اقرب لمناطق الخصب في عدم وجود فرمينو وجود داروين نونيز وفي عدم وجود مانيه وجود لويس دياز صلاح هو اللي كان بيعمل دور البلاي ميكر هو اللي كان بينزل تحت المنطقة عشان يصنع اللعب فبيبعد عن مناطق الخطورة هو اكتر واحد عامل كي باسس في الدورة الانجليزية المسلم الحالي مع رجوع تحول محمد صلاح تاني الى نفس الدور الصغر بتاعه لو فبيبقى اقرب لمنطقة جزاء المنافس فبالتالي فرصته في التهديف بتبقى اعلى فاني متفق جدا مع فاروق فيما يخص ان محمد صلاح بيقرب من الجنب يبقى اخطر والحاجة التانية هو مفتقد منيه بس هو مش بس مفتقد منيه هو مفتقد التريو التريو بالزبط مفتقد الكامستري بمعنى اصح هعدي سريعا على الثلاث مجموعات اللي فضلين المجموعة به عكس توقعاتكم خالص الاسبوع اللي فاتش قلنا انا مكنش موجود الاسبوع فاتخبر اخلع اتلتكو مادريد وقلنا بورتو اتلتكو في التالت و بورتو في الرابع ومين كلاب بروغ هو في المركز الاول ست نقاط العلامة الكاملة وورا ليفيركوزن صحيح زي اتلتكو مادريد بتلت نقاط لكن يبقى انه فورق الاهداف لصلاح ليفيركوزن فبالتالي كلاب بروغ وليفيركوزن عاملين مفاجأة في المجموعة التانية طبعا انا ليفيركوزن حتى انا عشان انا بحب أتلتكو مادريد فالأدبت كده على المباراة شوية ليفيركوزن من ديئة 85 لحد ديئة 90 سجل الهدفين وكسب في آخر 5 دقائق أتلتكو مادريد كان بيلعب أفضل ويمكن عدم وجود جريزمان من بداية المباراة والشرط الموجود عشان الفلوس ما ترحش البرشنة ده سيميوني حتى تكلم بعد المباراة قال احنا أفضل بوجود جريزمان لكن رغم كده هو مرتبط انه هو برضو بيبدأ نزله بعد ديئة 60 فلازم يراجع نفسه شوية والإدارة تراجع نفسها في قصة جريزمان لكن أتلتكو مادريد هيرجع في المجموعة بورتو هيرجع أو لا 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 أعتقدش ان مستوى بورتو هيأهله لانه هو يتأهل من المجموعة دي ده البطل في المناسبتين يا جماعة وتزايل ترتيب مجموعة ضعيفة جدا والمستوى في تراجع في تراجع بورتو طيب نروح لجروب سي طبعا باين بعد فوز مباراة العلامة الكاملة ست نقاط وارباة الشهنة تلت نقاط انتر تلت نقاط وفيكتوريا بيلزن طبعا كان الله فعونهم يعني عندهم حظوظهم من التأهل ولا الانتر اعتقد عندهم حظوظ لانه برشلونة لسه يلعب فيكتوريا بيلزن اعتقد انه هو برشلونة كعبو أعلى في المطش ده وارنة لسه يلعب الانتر يعني ممكن بعد نهاية الجولة الثالثة الجولة مش غير انه هو يعطل الجولة الثالثة اعتقد انه الترتيب اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت هيكون لعوة اللي هو 9-6-3-0 تمام من دلوقتي هو برشلونة هيكسب بيرن في كام بنوع هيكسب بيرن بيش حاجة مضمونة برشلونة بناء على الأداء بتاع انبارة هو بالنسبة لنا كان الفريل الأفضل هو دائما الفريل الأفضل اللي بيكسب لو سجل واحدة من الفرص اللي دي هاتليه في شرط الأولاني واحدة بس اللي جات له سيناريو المطش كله كان وفي بداية الشرط الثاني رافينيا بيضيع تصويبها كانت قريبة جدا من دلوقتي فبرشلونة عمل مورف بص أنا عندي أقوة وكرة بتاعت بيدري اللي هي الوان تون اللي محليفة كرة بتاعت بيدري اللي جات في العرضة بص الكرة دي وعبيها منو النوير بيدري انفراد برضو وطلعه منو النوير وفي الشوتة بتاعت رفينة اللي عادت من جامل العرضة بس هنا كرة بتاعت بيدري تحديدا كرة بتاعت بيدري دي هي حاجة من الاتنين يتبقى أحسن لاعب في المجرة هي تبقى أوحاش لاعب في تاريخ كرة القدم بفشحة الوسط لان انت استنيت على كرة وفيها حرفانة زيادة وفيها كل مقومات لعيب الكرة لو دخلت جون هنقول جون عالمي لو مدخلتش جون خد بالك أنا بتهالي اللعيب دايما بيقيس اسم جول كيب اللي واقفوا دايما دي صدت دي صدت لفاندوفسك نوير حرس بارما مش طبيعي طبعا يخد أي لعيب اللي بيفرق في نتيجة المباراة نوير دايما من الحراس اللي بتفرق في نتيجة المباراة مبارح برشلونة في شرط الأول 3-0 في شرط الأول لولا مانويل نوير احنا لو بنتكلم على برشلونة بس أنا عايز نقطة أذكرها وأقول أن دي هايمنة قادمة لبرشلونة وسط ملعب برشلونة في وجود جافي لا 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 خد بدري بدري في وجود في وجود بدري وجافي برشلونة مقام من مستقبله لعشر سنين قدام في وجود جافي وبدري وأعتقد أن في وجود تشافي كمدرب اللي هو عاصر وكان زي ما بنقول واحد من الركاز هم رئيزين سوية من إنيستا بزراب بالصعود يعني أنت لو قرنت بداية إنيستا وتشافي وبداية جافي وبدري أعتقد أن الاتنين اللعب المتشابهين تماما بدري لإنيستا وجافي لتشافي وحتى النهاردة كان تم التجديد مع جافي في برشلونة لحد عشرين ستة وعشرين مليار يورو وهو بدري كمان الشرط الجساف عدق مليار يورو أنا بشوف أن لعشان تأمينه وعن صفاتي نفس الكلام تأمين المواهد من 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 المور بتاع بارسا فعزو كان السنائي دقيق يعني مع كامل احترام للناس اللي بتعشق ميسي وموهبة ميسي وعظمة ميسي هو العيب كبير ما فيش شك لكن أنا بشوف أنه البرسا والتيكي تاكا كانت مية في المية صح مية في المية أنا فكر طبعا يعني بكل التحية لي صديقنا العزيز أحمد عز المحلل المعروف طبعا قاعدين بنتكلم في مرة وبندردش فهو قال لي كلمة جميلة الفكرة في ميسي رونالدو رونالدينو كريستيان رونالدو الناس دول كلهم أنهما شكلهم خارق للعادة هو شكله خارق مشكلة دول أنهما شكلهم بين قدمين عاديين ده أحمد عز أنهما شكلهم بين قدمين عاديين بمجرد ما يمسكوا الكرة لو عرفت تاخدها منهم تبقى أحسن من الفرقة في العالم هي الفكرة في كده أنهما شكلهم طبيعي جدا وطريقة لعبهم قد تبدو سهلة بس ده السهل الممتنع بالضبط تبدو سهل لا لا فطرة لو كم أنا حالات ولعطات ووقت كنت هوري الكرة البدري دي فطرة وفي اللامسية بيدربوهم على حاجة زي كده وفي الناشئين أو حتى بدر راح كبير شوية لبارشلونة لكن هم بدربوهم على حاجة زي كده موجود في حوالي منطقة جزاء بارشلونة وحوالي ثلاث لعيبا من البيرن وبيضغطوا ورغم كده لا شتت ولا طلع الكرة في الأوت هو احتفظ بالكرة ما قدرواش ياخدوها منه وعمل وان تو مع كوندي وخرج بالكرة لوحده فدي دي أعتقد دي فلسفة وفطرة وبيخدها اللعيب فبيدري وجافي هم مستقبل بارشلونة القادم طيب جروب دي سبورتنج لجبونا في الصدارة ست نقاط على ما كامل توتنهم يعاني ويتعثر أمام سبورتنج لجبونا مبارح طبعا في المركز الثاني ثلاث نقاط فرانكفورت في المركز الثالث بثلاث نقاط ومرسيليا الفرنسي في المركز الرابع صفر من النقاط طبيعي ومنطقي أعتقد توتنهم هيقلب النتيجة ويبقى هو متصدر باريحية فرانكفورت وسبورتنج أعتقد الأفضلية دايما للفرع الألمانية الألمانية فأعتقد فرانكفورت هيتأهل مع توتنهم في المجموع دي أنا مش فاكد أن الأسبوع اللي فات قلت فرانكفورت ولا سبورتنج لجبونا اللي ياخد المركز الثاني بس هو وجود توتنهم في المركز الثاني ده كان مفاجأ بالنسبة لي أعتقد أن هو المجموعة اللي واضح فيها أنه توتنهم يبقى في الصدارة وواحد من الثلاثة تجين يدربوا لا مرسيلا ما كانش عندي أدنى شك انهم شاءتأهل سبورتنج فرانكفورت هو المنافسة ما بينهم أنا مش فاكد أن الأسبوع اللي فات خلي فرانكفورت فرقة خلي فرانكفورت أخد المركز الثالث وتروح الدور الروب اللي ياخدته السنة المتمرسة فيه ويمكن ياخدون في فرق أندك تحسبها بالطريقة دي تقولك أنا فرصي شبه معدومة في دور الابطال أروح يوروبا ليجي على قدي وأحاول أنا أنا مش عايز يعني أنا بشجع ميلا عايز سطع من أنا مش عايز أكمل تشامبينز ليج لأنه أنا لو كملت تشامبينز ليج مش عدي بعد دور الستاشر يعني لو تأهلت من دور الاتين وثلاثين أنا مش عدي بعد دور الستاشر والميلا عنده مين النهاردة الميلا عنده مين يا خلود طرع عنده ديني مزغرب على فكرة المجموعة دي برضو مجموعة قوية لأنه قد تبدو إن هي مجموعة عادية بس هي كلها مفاجئات وكلها انضباط تكتيكي في الملعب وكلها لعبة صغيرة في السن ما فيش توقعات كبيرة بشأنها فبيعملوا أقصى ما عندهم عشان يتبتوا العكس يعني لما نتكلم على ديني مزغرب بيكسب زغرب بيكسب تشالسي لما نتكلم على ريدبل سالسبرج تعادل مع ميلا في المباراة القول على الرغم إن أنا كنت من الناس النهاردة ميلا بيلاعب الفرقة لكسبت تشالسي وتشالسي بيلاعب الفرقة اللي هي عندها انضباط تكتيكي شديد جدا وهو خسران المطش الأولانية فما عندهش لديهش حل غير إنه هو لازم يكسب فمجموعة ملخبطة جدا ومجموعة قوية لحد دلوقتي ودعا بالهزام بالنسبة لتشالسي خلاص نتكلم في توقعات يعني أسمح توقعات رأيكم ميلا ديني مزغرب إن شاء الله ميلا شختار في مواجهة سيلتك لا بقول سيلتك ممكن تكسب سيلتك رينجلز في مواجهة نابلي 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 تشالسي في مواجهة سالسبورغ تشالسي ودعا للهزام مع جراهن بوتر ودعا للهزام في تشالسي سالسبورغ مش فرقة سهلة لا لا مشروع مشروع تشالسي مع جراهن بوتر هو هيحتاج وقت سالسبورغ يمكن سيسكو مراهن بتوقلك على مشروع جراهن بوتر مع تشيلسي هو مشروع قادم بقوة في إنجلتون ريال مدريد في مواجهة شايل درجة عندهم أكفور كمان ريال مدريد في مواجهة لايبزي من غير كريم بن زيمة لا حتى ولو من سيتي في مواجهة دورتموند؟ هالند فين هالند فين هالند فين هيكزب لا بس خد بالك لا 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 سيتي مش هالند هالند طبعا إضافة قوية جدا 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 ما فيش شك لكن سيتي فريق جماعي من الدرجة الأولى يعني دي بروينا مع فيل فادن مع برناردو سيلفا لا يعني سنلاحظ حاجة كده حبيبك متضرر من هالند شوية لا خرص شكت في المؤتمر في الصحفية بدأت ترويد الفرس بدأت سيرة هالند يعني هو المؤتمر صحفي كله بدأ هالند في المؤتمر صحفي قبل المباراة دوري الأبطال دي بيسألوه عن هالند قال لهم أنا مليت خلاص من الإجابة على سنة دي أنا بضرب فرقة كاملة وبضرب منشستر سيتي كفرقة كاملة ما بضربش العيب بعينه فبدأ كده إيه التفرد أو اللعب اللي هيبدأ ياخد السوكسي من بيب جوارديولا ويتقال إن منشستر سيتي بيكسب عشان هالند مش بيكسب عشان بيب جوارديولا أعتقد دي هتعمل بقى إيه حساسية شوية ما بين بيب جوارديولا يعني ما كانش اختلف مع صامو ديتو ما كانش اختلف مع صلاة إبراهيم وفيتش عشان كده مش شاهم بالزبط ما دي الحكرة يعني لو بدأ ياخد السوكسي منه كوبنهاجن الدنماركي في مواجهة سيبيا الأسباني إيش بليا إيش بليا إيش بليا ده ماتش حلو على فكرة ده ماتش حلو في كورة حلوة يعني ده ماتش كورة بيوفي أعتقد ممكن لا أنا بالنسبالي بس بانصح أي مشاهد لو حبي يتفرج على كورة كويسة ما يتفرجش على يوفينتوس لحد ما قالي جريمش لأنه هو هيتفرج على فريق صعب جدا وفريق ومباراة مقفولة فصعب أن أنت تقول يوفينتوس وبينفيك أن أنا أتفرج على مباراة زيدي لكن يوفينتوس ممكن يكسب أنا بالنسبالي مش مهم أن أتفرج على كورة كويسة يا ليت قالي جريم يفضل معي طبعا باريس يكسب كتير في المباراة باريس إن شاء الله يعني يعني يعمل بريس نبس ومثبت النتائج ريال مدريد أريد أن نشوف بقى الفرقة اللي هتقدر حتى تتعادل مع ريال مدريد أو الفرقة الوحيدة في الدورات الأوروبية اللي حققت المكسب ولحد دلوقتي ريال مدريد ما تعصرش مع أنشلوتي بداية غريبة وبداية دايما أنشلوتي بيبدأ الموسم بشكل صعودي هو بادئ من القمة أفضل لاعب ظهر في جولة أمبارح من وجهة نظركم وأفضل مدير فني في جولة أمبارح خالد أفضل مدير فني بقطعا قطعا كلاب بروج المدارب بتاع كلاب بروج إنه يقدر يكسب بورتو 4-0 في أرض بورتو ده قطعا أفضل دي أكبر مفاجأ أمبار بالضبط فأنا يعني هأعيد النتيجة الكبيرة دي للمدارب بتاعهم بالضبط كده أفضل لاعب والله ما تقدرش تحكمها لأنه عندك تياجو الكانتارا عندك دياجو جاتا تفق معاك تماما الكانتارا رجوعه فرق كبير جدا 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 مع ليفربول وكذا كان واضح أمبارح فأنا بالنسبة لي تياجو الكانتارا وتأثيره الكبير على ليفربول فهو كان نجمل اليوم مش أنهول الجولة لأنه فيه مباراة النهاردة وفي هلندبيل عبدا ممكن يكون نجم الجولة نحجزها لهم دلوقتي لكن تياجو الكانتارا وكان نجمل اليوم ساني بالنسبة لكم في البايرن لا لعب كويس بس ما كانش هو الأهداف لو اتفرجنا على الليجوان هنلاقي أن الأهداف أخطاء مباشرة من مدفعين الخطأ الأول من ماركوس ألانسو في رقابة لوكس هرناندز في الرقابة الركنية التي تلعبت الخطأ أو الهدف الثاني هي خطأ مشترك ما بين خط النص وخط الدفاع خط النص في عدم الضغط على حامل الكورة وخط الدفاع في تمركز مش طبيعي فتحين مساحة في النص كأنه بيقول لرئيس ساني اتفضل خشي بس الجول بس اللي بكلم عليه أنا بكلم على أداء ساني في وقش هو جريء العيب جريء وعنده دايما الهتة بتاعت أنه لما بيلاقي مساحة موجودة ما بين المدفعين دايما لكن إنت لو رجعت لتغيير ساني لما خرج هو انفعل جدا وقلقى الزجاجة اللي كانت موجودة على الأرض حتى الجماهير استغربت وبيسألوا بعد المباراة أنت الزجاجة دي معطرد عن أنت استبدلت وانت كنت لسا مسجل هدف واحد من نجوم المباراة قالهم لا أنا مش نجم المباراة أنا كنت معطرد على الأداء لأن أنا ما كانش عجبني مستويه رغم أنه هو نجم المباراة بالنسبة لي أو نجم باير ميونيخ أنا ما شفتوش نجم المباراة دي الحاجة الوحيدة أول مرة أخلال في الحلقة النهاردة أنا شفت بصراحة فرق هجوميا جوشوا كيمتش كيمتش على العيب جوشوا كيمتش يا جماعة فيه العيبة كده في الباين بتلاقيها جانب دائي تيجي تحسي في ليب لام هو اللي بيلعب تيجي ما تحسيش بيه ما تحسيش بيه بعدها اكتشف وطاني كروز برضو في الباين في الأول كده يعني أنا أول ما راحل ريال يعني لعيب عادي يا جماعة بس ريال مدريد لكن مع ريال خلينا نشي تشافي ألانسو كيفين دي بروين كل اللعيبة دي هي فعلا اللي بتيجي شوية نشيط بنصير مزراوي اللعيب المغربي نزل بفارد صاب في الشوط الأول في بداية المباراة نزل نصير مزراوي طبعا متدار للنار مباراة كبيرة كان نجم المباراة كان واحد من نجوم المباراة في الجانب الأيمن هو ظهير الأيمن طبعا متداري لعيب بس ما قطيش مين أفضل موديل فني من وجهة نظر بس خليني خليني أخذ الإجابة بتاعت السؤال ده بعد الفاصل يلا غير بالنسبة الدوري الإيطالي خالد في الفاصل عايز يخلص أسنسيو صالح الميلا يعني بمكالمة تليفون كده أتولنا أسنسيو في الميلا ينفعكم في الميلا احنا محتاجين وينجرايت يعني احنا بنلعب بجونيور مسياسو سالي مايكريس يعني حاجة بؤس جدا بس اخوة بالك هنجيول وينجرايت هروح حد يسحب من كل يوم اه لا حد يروح دافع ومكاش عطل انا مش من عندنا دوناروما مش هكان ومشي كيسي التلاتة فريترانسفير ومش فرقين معي أنا الحاجة الوحيدة اللي هستفرق معي مش فرق معي لإنه أنا عندي الخيارات اللي في وسط الملعب ممكن تعوض لكيسي عندي ياسين عالي عندي تونالي كوالتي علي قوي عندي اسماعيل بن ناصر كوالتي أعلى كمان عندي 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 بابي جاع عندي عدد من الخيارات اللي تسمح لي أن أنا عوض فرانك كيسي بطريقة أو بأخرى يعني ما عنديش حد يعوض اليوم لو اليوم مشي قصة تبقى صعبة قصة بائسة حزينة جدا طيب احنا قبل الفصل وقفنا عند فاروق المدير الفني اللي لفت نظرك أو الأفضل في الجولة لغاية باتي يمكن للأسف المباراة دوري الأبطال دايما عشان بتتلاقي في وقت واحد ما بتقدرش تتابع كل المباراة لكن نتيجة بروك بتقول إن فيه مدرب وحتى ما كسبه في الجولة تقول إن فيه مدرب كويس ونتيجة 4-0 على بورتو في بورتو تقول إنه هو نجم الجولة طيب أنا في الفصل كنت بقول لكم يعني أنه أنا بشوف إنه هي أقوى بطولة كرة قدم على سطح الكوك يعني فيها كرة وفيها مستويات نجوم وفيها مدربين أعلى يمكن حتى من بطولة كاسر عالم سياك من قصة الشعبية والجمهرية وإن دي بطولة نستنيها عشان كله أربع سنين لك حم نتكلم كرة دلوقتي هل في البداية و أنا عافنا حليس بنسخم برضو يعني الدنيا ما دخلتش في الغريق زي ما بيقول شفتوا لغة جديدة شفتوا نظرية جديدة شفتوا تاكتك خطة أسلوب لعب طريقة لعب جديدة في البطولة ظهرت ولا لسه شوية على الكلام ده جدا ولا أبدأ لا أبدأ أنا يعني في الجولتين اللي فاتوا ما شفتش أفكار مختلفة للمدربين اللي بيها نقدر نقول إنه في تغيير شامل في خطة اللعب أو في البداية الحاجة الوحيدة اللي أقدر أشاور عليها هي طريقة انتر امبارح وحتى أمام البايرن لأنه الانتر لعب مطشين كويسين وضح على سيميوني إنزاجي أن هو عرف مواطن خطوط البايرن فبدأ يلعب بطريقة عكس الطريقة اللي هو معتد والحق يقال أنا مش فاكر لأن أنا كنت محضرهم الإسبوع اللي فات فمش فاكر الإسبوع اللي فات كانت فيه عدد من النقاط اللي كنت عايز أتكلم عليها للأسف ما تكلمش على الإسبوع اللي فات بس ممكن نفتكيرها مع بعض الحلقة اللي جاية دي دي حاجة عن أتكلم فيها طول ما المطور الشرق بالضبط كده بس هي الفكرة في الموضوع إنه ما تفرجناش على تاتونمو سبورت انجليش بونا عشان نقدر نحكم عليها ما تفرجناش على ايكس لفرجناش على كلاب بروش و بورتو أعتقد بنسبة كبيرة أن كلاب بروش لازم يؤغير طريقة لعبه في مواجهة بورتو على ملعب بورتو أعتقد أنه كان لازم يكون غير طريقة لعبه بس في المطشاط اللي احنا تفرجنا عليها أعتقد أنه النمط كان المكسب جي من وراء النمط التقليدي بتاع الفرقة ما عاكناش كتير ولعبنا بالطريقة اللي احنا حفظنا أنا يمكن في لمحتين لو نتكلم تاكتكس بقى هم اللي فرروا معي ولفته نظر بالنسبة لتشافي مع برشلونة وبالنسبة لأتلسكو مدريد وسيميوني وفي واحدة فيهم هربطها بالنادي الآل خلينا نتكلم الأول على تشافي وبرشلونة فهو اتعقد مع بلورين الظاهير الآيمن بتاع نادي أرسنال ورغم كده اعتمد على كوندي المدافع قلب الدفاع المعروف في المركز ده هو كوندي على الورق المباراة لأن كوندي بيميل ناحية اليمين وبيخش للعمق ويرجع ديمبلي كوينج باك وبيبقى موجود في النحية الدفاعية ناحية الدفاعية بيبقى موجود كوينج باك فبيساند فبيبقى فيه خمسة وراء لكن في النواحي الهجومية كوندي بيفتح الملعب ويبقى موجود كظهير وبيتقدم ديمبلي وبيبقى جناح هجومي فهو معه الخططتين في نفس المباراة ودي بيبقى أكتر في مرشات الليجن محتاج معلش مناسبة شعبي قبل متروح للسيميوني مع أتلاتكم إذا عندي خط هجوم في ديمبلي ورافينيا وليفاندفسكي شايف أنه محتاج تفعالهم أكتر إزاي أو محتاج تستفيد بالقدرات تتعند كل القدرات اللي ممكن تحلم بها في خط هجوم مهارة سرعة قوة تماركز ألعب هوا يعني كل حاجة بتحلم فيها بخط هجوم موجودة في بارس محتاج تزود الفعالية الهجومية إزاي لخط هجوم بالشكل خلينا نقول أن بارشلونة لما حتاج يزود العناصر هجومية في الشرط التاني هو اصطدم دايما بفلسفة البرس بتاعت 4-3-3 ولما بنقول 4-3-3 بنقول أن فيه سلاسي في وسط الملعب أنت يعني مش مفروض عليك هو أنت ملزم أنهما يبقى موجود السلاسي هو بنتكلم في جافي وبدري وبوسكتس وبعد كده كان ديونج وكيسي فده بيخلي أن فيه ثلاث عناصر هجومية بس المتحين بالنسبة لك لكن أنت عندك كان موجود مين أنت عندك فرقة تانية أنسو فاتي عندك فيران توريس عندك منفس ديباي فهم العيبة صف أول والعيبة يلعو أسسين في فرقة كتير تانية لكن هو مش مالك أنه هو يحطهم لأن برشلونة ما بيغارش خطة 4-3-3 أو تشافي وفلسفته وفلسفة البرس 4-3-3 فدايما بيبقى تغيير مركز بمركز رافينيا والله يتعب أو ظهر بمستوى أل هيخرج وينزل أنتو فاتي هيخرج ديمبلي هيينزل فيران توريس ففي دايما سلاسي هجومي هو ما بيزودش وما بيقدرش يحط عناصر هجومية أتمنى تشافي في المرحلة اللي جاية يجرب خطة 4-2-3-1 ويبقى موجود لعب في رقم 10 أو موجود لعب تاني مع ليباندوفسكي هيحرره أكتر في المساحة الهجومية وهيضيف لللعيب اللي موجودة على الدك اللي هي لازم تبقى موجودة يعني أن صفاتي لعيب لازم يبقى موجود بصفة أساسية أو ياخد دايق أكتر لو انتقلنا بقى السيميون أنا قبل ما تروح لسيميوني بس عشان ما أطعكش ده بالضبط لما كنت بتكلم عليه في فكرة النمطية أنه تشافي ممكن يكون غير الأسماء بس ما غيرش الملاكز بمعنى أنه أرواحه كان بيلعب باكي مين وبيضم قلب تفع تالت عشان فلان الفلان يرجع وفلان الفلان يضم هو غير الأسماء بقى كان دي مكان أرواحه وأرواحه بقى هو السنتر باك بقى اللي بيرجع يبقى الباك وينج هو عثمان دامبلي بدل مكان مين الأسماء بتتغير بس الطريقة واحدة أعتقد في ظل أن أنت ما أعترفتش تبيعه وأن أنت لازم تستفيد بوجوده أعتقد منفس دي باي هو أكتر واحد ممكن يلعب في دور عشرة لو قرر تشافي أنه يغير الخطة من 4-3-3 إلى 4-2-3-1 يلعب منفس دي باي كصانع لعب أو 9 ونص اللي هو صانع لعب أو مهاجم متأخر بيزيج جوال منطقة بالضبط نروح بها عشان سريعا نقطة سيميوني اللي أنا أتكلم بها اللي أربطها بالنادي الأهلي هو سيميوني الموسم ده بيلعب بخمس مدافعين على الورق خمس مدافعين لكن لو قلت لو بصيت هتلاقي أنه هو في مدافع منهم ولاعب وسط لو أكسل فيتسل اللي اتعاقد معاه في الميركات اتعاقد مع أكسل فيتسل كان بالنسبة لي لغز أو سيميوني عايز منه إيه فلاقيت أن سيميوني حطه ما بين الاثنين مدافعين أو الاثنين قلب بالدفاع اللي هو هيرموسو كان في المباراة الأخيرة في دور الأبطال كان هيرموسو ولويس فيليبي فوجود أكسل فيتسل كلاعب وسط موجود كليبرو أو نقول اللي هو الليبرو الحديث في كورة القدم اللي هو بيبقى لعيب وسط ملعب مش لعيب مدافع كان الأول طبعا عندنا في مصر نقول لعماد النحاس نقول أسماء كبيرة في المركز ده كانت لعيبة مدافعين لكن دلوقتي اللعب ده هو لعب وسط ملعب اللي بيقوم بالدور ده في النادي الأهلي أو قام به فترة حمدي فتحي مع مستر موسيماني وأجاد جدا في الدور ده وكان في النواحي الهجومية في النادي الأهلي كان بيزيد فسط الملعب وبتتحول لطريقة الأربعة ثلاثة في وجود ثلاثة مع أليو ديانج مع عمر السلية بيتواجد دايما وعنده الوعي أنه إمتى يزيد ويبقى فيه سلاسي فسط الملعب وإمتى يتراجع ويأمن منطقة ما بين الدفاع ويرجع للخماسي ده بيطبقه سيميوني بالضبط في موجود دلوقتي مع أتلتكو مادريد أكسل فيتسل بيتقدم في النواحي اللجومية وبقى لعب ارتكاز وبينقل الهجم وهو اللي بيحضر اللعب في النواحي الدفاعية بيتراجع لمركز قلب الدفاع وبيموجود ثلاثي وده بيضيف صلابة الدفاعية لأتلتكو مادريد اللي بقى صعب جدا من الموسم ده رجعت صلابة الدفاعية وبقى صعب جدا نتسجل في المرمى نروح لمباراة النهاردة خالد شاف ازاي مواجهة سيتي في مواجهة بروسيا دورتموند سيناريو المباراة الفرص انت قلتو الفرص السيتي طبعا السيتي أعلى طبعا 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 هممكن نبدأ بفاروق لحد ما طلع التشكيلة بتاعت الفريقين عشان كان في نقطة عايزة أقولها اختبار قوة النهاردة لا ما اعتقدش قوي اختبارات القوة بالنسبة لمنشستر سيتي لحد الأدوار المتقدمة في دور الابطال هتبقى في الدور الانجليزي اختبار القوة هيبقى منشستر رونيتد في المباراة اللي هي للأسف التأجيل الماتشاط اللي كان حاصل ده هو لسبب ان المباراة ما تتلعبش لكن اعتقد اختبارات القوة لحد الوقت بالنسبة لمنشستر سيتي هتكون في الدور الانجليزي لحد الأدوار نقول دور الثمانية أو حتى دور ستاشر في دور الأبطال. لكن بالنسبة للمجموعة أعتقد أنها مجموعة في متناول منشستر سيتي. المباراة صعبة هيبقى فيها أسارة. لكن بروسيا دورتموند ما أعتقدش هتبقى ند قوي أو يقدر حتى تعادل قدام منشستر سيتي. لأن منشستر سيتي الموسم ده فريق جبار بصراحة. وهو حتى فرق دوري نجيزي كلها بتتعصر. وبيبقى فيه كده سقطات من حين لآخر. لكن منشستر سيتي آه في تعادلات. لكن الأداء دايما موجود. والأداء مع بيبقى وارديولا سابت تماما. وهو حتى دكة البودلاء اللي عنده ومدياله قوة كبيرة. وبتخلي فيه تنافس واضح جدا في كل المراكز. يمكن هالند حتى هالند. اللي هو اللي احنا بنتكلم لعيب ما بيقعدش على دكة. أو يتريكن موجود جوليان ألفارز اللي نزل كبديل وسجل هدفين. صحيح. على فكرة ده لعيب كويس جدا 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 جدا. لكن الحقيقة دايب على مستوى عليه جدا. خلت فقال من دقيقة. سريع جدا هي الفرص بتاعت الاتنين أعتقد أنها بتصب في مصلحة سيتي عشان الغيابات الكتير اللي موجودة في صفوف بروسيا دورتموند. نحن نتكلم على مالين نتكلم على موراي ونتكلم على داود ونتكلم على باهازرد الشقيق الأصغر طبعا. في مقابل ثلاث غيابات ماركو ريوس موجود في التشكيل ولكن في مقابل ثلاث غيابات كلهم من خط الدفاع في مانشستر سيتي. ستونز وولكر ولابورت حلو كلام. الفكرة هنا أنه عدم موجود رياض محرز لو ما تمش الدفع لأن التشكيلة المتوقعة ما فيهش رياض محرز. لو ما فيهش رياض محرز فيه بطء شوية فيه تحضير الهجمة بالنسبة للوينجين بتوع السيتي. سواء في الفودين أو برونو سيلفا بيحتفظ بالكورة أزيد شوية. رياض محرز ممكن يبقى حل أسرع خاصة أنه جيريرو اللي هو اللي بيلعب على نفس جبهة رياض محرز لعيب سريع ولعيب يستخلص الكورة كويس. فمحتاج واحد يكون بيخلص الكورة أسرع ما بيحتفظ بيها. هي هتكون بالتأكيد مواجهة ممتعة زي ما استمتعنا بالضيوفي نهاردة في السادسة فروع عصام وخلد عمر بشكركم شكرا جزيلا نورتونا وشرحتونا واستمتعت جدا شكرا نحن استمتعنا جديد. وفي انتظار نحن نتقابل قريب إن شاء الله نتابع معكم واحدة من أمتع بطولات الكورة في العالم كله تشامبينز ليك بشكر حضراتكم على المتابعة وإن شاء الله نتقابل عشاشة الأهل من جديد في السادسة تحياتي لكم